صدور المرسوم الرئاسي الأمريكي المتعلق بالاعتراف بسيادة المملكة المغربية على الصحراء المغربية فيه نقلة نوعية مهمة وأساسية ليس فقط على مستوى العلاقات المغربية الأمريكية ولكن كذلك على مستوى العلاقة الجيوسياسية استراتيجية بالنسبة للمنطقة ككل وأكيد بأن هذا الاعتراف من هذا المستوى بمرسوم رئاسي يتم من مختلف المجهودات التي قامت بها المملكة المغربية من أجل إيجاد حل سلمي وعادل لقضية الوحدة التورابية بطبيعة الحال من خلال مختلف قرارات الشرعية الدولية وأكيد بأن هذا الموقف الأمريكي من هذا المستوى من خلال مرسوم يعكس الإرادة السياسية للمملكة المغربية في هذا الباب ويعكس كذلك حتى مضى من قرار مجلس الأمن 25-48 الذي أكد على ضرورة توفر الإرادة السياسية وكذلك أشاد بوجهة ومصداقية مبادرة الحكم الداتي التي تقدمت بها المملكة المغربية